طيب هناك من يقول بأن معظم الآيات القرآنية التي قائت بمعنى التعايش نسخت بآية السيف نعم فقعلوا آية السيف ناسخة لكل ما كان من تعايش سابقاً سواء كان في الأهد المكية وبعد ذلك في الأهد المدني هذا القول يعني قول عقيم يذكر كثيراً في كتب التفسير وكتب الفقهاء أن آية السيف نسخت كل آيات التعايش والحقيقة أن هذا غير صحيح لأن آية السيف لا يمكن أن تطبق على أرض الواقع عن هل الإسلام يريدنا كل من نلقاه نقتله النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك عندما يعني فتح مكة هل قتل الناس الصحابة عندما دخلوا مصر ألم يجدوا الأقباط ألم يعيش الأقباط في ظل الدولة الإسلامية المجوز في فارس ألم يعيشوا مع المسلمين فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة وما فعله الأئمة يدل دلالة واضحة على أن التعايش مبدأ إنساني هذه الشريعة جاءت لترسيخه لا للقضاء عليه لأنها لو جاءت بالقضاء عليه لوجد ذلك ظاهراً في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وفي سلوك صحابته الكرام الذين لم يفعلوا شيئاً من ذلك وتعرف التهمة التي دائماً تلسق بالمسلمين أو الشبهة التي تردد بين حين وآخر من أن الإسلام يعني انتشر بالسيف الإسلام انتشر بالسيف وطبعاً هذا كلام غير صحيح لأن الإسلام لم يشرع القهاد أو لم يشرع القهاد في الإسلام إلا في حالتين الحالة الأولى لرد العدوان وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا و... قهاد الدفع هذا نعم أو قهاد الدفع وهناك القهاد لإزالة الحواجز والموانع التي تحول بين المسلمين وبين الوصول للناس لأن المسلمين يحملون رسالة يحملون أمانة فيذهبون متوجهين إلى الناس ليوصلوا إليهم هذه الأمانة فإذا حالة حائل بينهم وبين الوصول للناس شرع لهم القهاد في هذه الحالة وهذا ما وقع من الصحابة الكرام الفتوحات كان المقصود منها أن يصل الإسلام إلى تلك البلاد وبعدما وصل المسلمون ليه وتمكنوا لم يعتدوا على أحد ولم يحملوا الناس حملا على الإسلام وحافظوا على حقوق الأقلية كما راعوا حقوق الأكثرية جميل من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رقويا واحدا خير لك من حمر النعم